السلام عليكم تلاميذي الحلوين الصف الثالث موضوعنا اليوم في درس القراءة هو تكملة لموضوع نظارات الدب و أبي فهد أخذنا الورقة الأولى والثانية قريناها و كتبناها تمام أمي أما الآن نكمل الموضوع و افتح الكتاب صفحة 95 و انتبه وياي على الكلمات حقر الموضوع و اشره وياي فقط قراءة فقالت لهم أمهم الدبة أم غزيلان لا تبكوا يا أولادي تعالوا نذهب إلى الكلب حديدان فلعله يقدر على أن يجدها ذهبت جميع إلى الكلب حديدان فقال أنا أفتش عنها ذهب الكلب وفتش هنا وفتش هناك هل وجد الكلب النظارات وبعد قليلا رجع الكلب يركض ويصيح وجدتها وجدتها ركضت جميع فرأوا النظارات في يد حديدان ففرحوا فرحا عظيما ثم ذهبوا ثم ذهبوا إلى بيت الدب أم إلى بيت الدب أبي فهد طبعا هناك إذا تلاحظون موضوعين للقواعد ذاكريني أنا أفتش عنها أنا ضمير المتكلم قلنا نعرف عندما شخص يتحدد النفس يستخدم الضمير أنا وإذا بصورة جماعية نستخدم نحن وهل هل اسم الاستفهام ووجود علامة الاستفهام هل وجد الكلب النظارات انتبهوا إياي حقر الموضوع وتقرواه من بعدي يلا ماما ايدكم على الكلمات وحتقروني الموضوع من بعدي يعني حقر جملة جملة ورددوها من بعدي تسمعني زين وردد الكلمات فقالت لهم أمهم فقالت لهم أمهم الدبّة أم غزيلان الدبّة أم غزيلان لا تبكو يا أولادي لا تبكو يا أولادي تعالوا تعالوا نذهب إلى الكلب تعالوا نذهب إلى الكلب حديدان تعالوا نذهب إلى الكلب حديدان فلعله يقدر فلعله يقدر على أن يجدها 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 ذهب الجميع ذهب الجميع إلى الكلب حديدان ذهب الجميع إلى الكلب حديدان فقال فقال أنا أفتش عنها أنا أفتش عنها ذهب الكلب وفتش هنا ذهب الكلب وفتش هناك وفتش هناك هل وجد الكلب النظارات هل وجد الكلب النظارات وبعد قليلا وبعد قليلا رجع الكلب يركض ويصيح رجع الكلب يركض ويصيح وجدتها 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 ركض الجميع فرأوا ركض الجميع فرأوا النظارات في يدي حديدان في يدي حديدان ففرحوا فرحا عظيما ففرحوا فرحا عظيما ثم ذهبوا ثم ذهبوا إلى بيتي أدب أبي فهد إلى بيتي أدب أبي فهد أما الآن نقرأها قراءة صامتة ومن بعد القراءة الصامتة نفتح الدفتر ونكتبها مرة واحدة فقط ومثل ما تعلمنا نأخذ صورة للدرس المكتوب في الدفتر ونرسله إلى قروبنا الصف الثالث ترجمة نانسي قنقر